السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي في كل مكان طبتم وطابط أوقاتكم بكل الخير نستعرض معكم اليوم حالة التقس المتوقعة على البلاد حيث يتوقع خبراء أهيئة الأرصاد الجوية استكرار حالة التقس وتحسن أحوال الجوية اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مارس من عام الفين وعشرين حيث ستشهد القاهرة الكبرى تقس دافئ نهارا شديدة للبرودة ليلا وشبورة كسيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة ويشهد الواجه البحر أيضا تقس مائل للدفئ نهارا شديدة لبرودة ليلا وشبورة كسيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة وعلى السواحل الشمالية الغربية وتقس مائل للدفئ نهارا شديدة لبرودة ليلا وشبورة كسيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سوف تشهد تقسيمائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح محتدلة وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأعمار تقسدافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح محتدلة وشمال الصعيد تقسدافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا كسيفة تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى محتدلة ويشهد جنوب الصعيد تقسيمائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة وعن درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية اليوم الأحد القاهرة العظمى 23 والصغرى 14 درجة والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة ومطروح العظمى 18 والصغرى 14 صوهاج العظمى 26 والصغرى 14 وقنى العظمى 25 والصغرى 14 أصوان العظمى 28 والصغرى 17 درجة وإلى هنا عزيزي في كل مكان ينتهي تقريرنا عن حالة الجو تمنيتنا لكم بدوام الصحة والعفية وشكرا للحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته